السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة هنعمل وصفة من اللي كلنا بنحبها الوصفة السهلة السريعة لما تاخدش وقت وكمان من غير فرن ومن غير مكونات كتير وتكون مكوناتها متوفرة في كل بيت هنعمل بقى النهاردة بيتزا مارجريتا بس هنعملها من غير ديق أبيض من غير شفان هنعملها بالديل أصمر اللي هو ديل حبة الكاملة وكمان هنعملها من غير بيتزا سيلة في الطوصة مناسبة للضيط العادي وكمان مناسبة لمرض السكري طريقة تحضيرها سهلة في ثواني كده بتكون جاهزة يلا بينا نشوف طريقة العمل هنبدأ بعد الوقت بالطريقة على طول زي ما قلت أنا هعمل البيتزا دي من الدقيق الأصمر اللي هو الدقيق الأمح الكامل اللي هو الدقيق اللي فيه الرضة يعني هاخد منه بمعيار معلقة الطعام أو المعلقة الكبيرة القياسية 3 معالق كبار هنحط عليهم راشة بسيطة كده من الملح وهنضيف كمان دلوقتي تقريبا كده ربع معلقة صغيرة من البيكينج بودر هي دي المواد الجفة هنقلبهم مع بعض بالمضرب اليدوي وبعد كده هنبدأ نعجم بالمية الوصفة دي هتحتاج مننا سلس كوب من الماء يعني سلس كوب من المية سلس كوب عياري اللي هو بمعي وعادل 85 ملي او لغاية لما يكون معاكم القوام بالشكل ده كده اللي هو يكون معانا القوام كده لكن لو عايزين بالزبط فتلات معالق بمعيار المعلقة الكبيرة القياسية او معلقة الطعام من الدقيق الأصمر هتحتاج سلس كوب من الماء اللي هو ساعة 85 ملي ايه خلاص كده بيكون معانا القوام بالشكل ده جاهز بقى دلوقتي ان احنا نعمل البيتزا هنعمل البيتزا دي في الطاصة سهلة وسريعة كده فهنجيب بقى دلوقتي طاصة ولازم نستعمل الطاصة نوع كويس غير لاصقة خدوا بالكو ان لسه مشغلتش نار البتجاز وعملت فيها مسحة كده من اي مادة دهنية انا استعملت زيت الزتون وهنحط بقى دلوقتي الخليط بيكون معانا القوام بالشكل ده كده لو عايزين بديل دقيق الأصمر ممكن ان انتوا تستعملوا الشوفان ونفس النتيجة بالزبط اللي هو دقيق الشوفان بعد كده وزعت الخليط كده مليت بي الطاصة كلها الطاصة دي مقاس 26 هبدأ بقى دلوقتي اوزع الخليط بالشكل ده كده اخدوا بالكو انا لسه مشغلتش نار البتجاز بعد ما وزعت الخليط كده هشغل بقى دلوقتي نار البتجاز على نار هادية واغطي عليها كده لغاية لما تستوه معانا من الطبقة اللي تحت ما بتاخدش وقت ابدا تقريبا كده دقيقة او دقيقتين كده لغاية لما يكون معانا بالشكل ده ان هي سابت معانا الطاصة وكمان طلعت معانا فققية بالشكل ده كده يبقى هي كده خلاص استوت هجيب بقى دلوقتي يثبت لك كده واتأكد ان هي سابت معانا الطاصة خالص قبل ما نقلبها على النحية التانية ونبدأ نحط الحشو زي ما احنا شايفين بتتحرك معانا بسهولة خالص في الطاصة هنقلبها بقى دلوقتي على النحية التانية بالراحة كده عشان ما تتقصرش في الوقت ده بقى هنقفل نار البتجاز خالص وبعد كده انا مجهزة معايا في التلاجة كده شوية كده من صلصة البيتزا اتبقوا معايا من وصفة تانية فنحطها بقى دلوقتي على الوش كده يعني كفاية معلاء او معلقتين كبار ونوزعهم بالشكل ده صلصة البيتزا انا عملتها معاكم في فيديوهات كتير قبل كده بتتعامل من فصين تهم وعليهم عصير طماطم والبهرات بتكون ملح وفلفل اسود وزعتر ارجانه بس مش اكتر من كده ونسيبها على النار لغاية لما تسبك ويكون القوام بتاعها تقيل بالشكل ده اعملهم انها كمية وحطوها دايما عندكم في التلاجة وطلعها وقت الاستعمال دلوقتي بعد ما حطيت على الوش كده تقريبا معلقتين كبار من صلصة البيتزا هوزع برضو على الوش كده يعني حوالي ربع كوب من الجمنة المتزاريلا المبشورة انا هعملها بيتزا مارجريتا يعني هكتفي بس بالجمنة المتزاريلا وحط على الوش زعتر ارجانو مش اكتر من كده عايزين تحطوا مثلا بواق اللحمة عندكم متعصجة بواق فراخ او تحطوا تونة زي ما تحبوا لكن انا حبيت ان انا عملها سهلة وسريعة كده فبعد ما حطيت شوية كده من الجمنة المتزاريلا ووزعتهم بالشكل ده احط بقى دلوقتي على الوش شوية بسيط كده من الزعتر الارجانو وخلاص كده البيتزاية بتكون جاهزة معانا مجرد بس ان احنا نشغل نار البتجاز على نار هادية ونسبها بس اقل من دقيقة كده لغاية لما تستقوم من الطبقة اللي تحت وكمان الجبنة المتزاريلا تسيح معانا وتكون معانا جاهزة بقى بالشكل اللي هنشوفه دلوقتي شايفين مساء الله سهلة وسرعة التحضير وطعمها جميل جدا هنقدمها بعد الوقتي طبعا ممكن انتو تقدموها في الطاصة كده وعلى فكرة ممكن تاكلوا البيتزاية دي كلها مفيش اي مشكلة اي هاجيب بعد الوقتي قطعت البيتزا وهبدأ ان انا قطعها على شكل مسلسات طبعا قطعوها وقدموها كده بالشكل اللي انتو عايزين هسبكوا بعد الوقتي كده تشوفوا احنا بنقطع البيتزا وكمان نشوفوا القطع بتاعة البيتزا واقول لكم السعرات الحرارية للوصفة بتاعتنا شايفين ما شاء الله شكلها جميل جدا ويفتح النفس والمفاجأة بقى ان السعرات الحرارية قليلة جدا يعني البيتزاية اللي قدامنا دي كلها كده سعراتها تقريبا 180 سعر حراري بس يعني البيتزاية كاملة سعراتها تقريبا 180 سعر حراري قسمناها لطمان قطع هتكون القطع الوحدة تقريبا 22 سعر حراري يعني لو اكن البيتزاية كلها مفيش اي مشكلة بل بالعكس والله هي قطعتين او تلاتة وبتكون مشبعة جدا شايفين ما شاء الله جميلة جدا وصحية سعراتها الحرارية قليلة جدا وكمان مكوناتها متوفرة في كل بيت اذا عجبكم الفيديو بتاع النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وكمان ترفعوا الفيديو بتاع لقاتكم الحلوة وبالف هانا وعافية